ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط وتنمية العمرانية لمتابعة موقف متى ما اتخاذه من قرارات خلال جلسة المجلس السابقة كما تبع الاجتماع الموضوعات الخاصة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات المدن والقرى إلى جانب الموضوعات الخاصة بتغيير استخدامات عدد من الأراضي بعدد من المحافظات وأخيرا الموضوعات المتعلقة بإعلان عدد من المناطق كمناطق إعادة تخطيط